السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في باتش نوت جديد 7.9 ميد سيزن يا عيال التانك باتش نوت يا عيال نزلوا التانكات الفكك اللي حيخلوا الادس برضو فكك يزعج الله يسامح كل الحالات المرة في تغييرات مرة كبيرة التعديلات على الشامبيونز الثلاثة اللي هما التانكس الايتمز الجديدة كلها طبعا بالنسبة الموكاي وسجواني وصلاة عن نبي زاك ونزلت لهم التعديلات حقتهم اللي تفرجت عليها المفروض روح وشوفوها في قناة رادي جيمز ان شاء الله لما نزلوه حينزلوه شرح ونفصل عنها عن كل الشامبيون وش حركاته وش يبدأاته وا 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 فأفضل تسوي هناك بس في كل الحالات الشامبيون كلهم الثلاثة هدول صارت فيهم تغيير جدري تغيير الجدري هذا حيفرق في طريقة اللعب بيهم موكاي التغيير اللي فيه شوي غريب أنا من وجهة نظري التغيير اللي يسويه عامة على موكاي خلى أظن انه نير بسيط يعني صحيح الألتي حقته الكبيرة هذي صارت تسوي روت على كل اللين بس هذا الشيء الوحيد اللي والله مره بس الباقي حقه غريب في كل حالات سجواني شفناها برضو بنفس الطريقة اللي حقتها صارت سوي عندها من السلوز بتستفيد منها مع أي سلو بس برضها يعني أعتبر أعتبر اللي جاه عامة كله بف عام مرة كويس سجواني حنشوفها مرة كثير تغييرات اللي سوالوا إياها مع أنهم قللوا الدامج حقه بس الحركات اللي ضافوا إياها لأي دامج اللي صاروا يسويه يعتبر بف بالنسبة له بس كدامج حقه نفسك الدامج اللي كان بيسوي له الحسيد الحين طبعا زي ما قلت لكم شباب روحوا ريدي جيمز قرات ريدي جيمز إن شاء الله لما نزولوا التعديلات حقه 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 الحقه 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 حتلاقي التفصيل تلاقي الشرح بالتفصيل الممليش الآن نخش على طول على الـ item changes نزلوا ايتم جديد اسمها adaptive helm طبعا هذي الايتم موجه للتانكات الـ item هذي بالـ 2800 الـ health حقه 300 تسوي magic resist وفيها base health region 100% وفيها cooldown reduction 10% وفيها كل ما أخذ magic damage من ability الدامج اللي يجيك بعد الـ ability هذه مثلا براند لما نسقعك damage بعدين يسوي كده بعد ما يضربك الضربة فيه بعدها هالضربات تؤثر الضربات اللي بعدها هذي أقل الدامج حقها أقل عليك بـ 15% فاهمين فهذي تنفع قدام الـ champions الـ AP اللي عندهم ذات اوكي فالـ item هذي مرة situation ما حكون دائما تشتريها كتانك لأنه في عندك البديل دائما فاكرين spirit visit دائما بالتانك بيشتروها عامة لأنه عنده health كثير لو ما عنده health وفيه champion يسوي damage بـ ممكن الـ item هذي تنفعك مرة كثير فـ magic resist item تانكي item ما تنفع لأي أحد تاني ماني شايف أحد تاني ممكن يشتريها يعني ما حتشتريها على ADCs ولا حتشتريها حتى على supports لأنه هذي يبغى لها هذي يبغى لها الناس اللي تكون في الفرونت لاين آآ magic resist حقها حتى ما هو مرة عالي بس إنها overall غريبة غريبة الآيتم الشهير واللي عامل لنا ضجة هذا اللي عامل لنا زحمة هذا اللي هو الـ gargoyle stone plate هذا يسمه adaptive helm هذا يسمه gargoyle stone plate تعرفوا الgargoyle يا شباب تعرفوا غاليو غاليو نوع من عنواع الgargoyles أوكي؟ الgargoyle هذا معنى المجسم هذا اللي على شكل غاليو آآ 2500 gold تبني chain vest و negatron clock و 980 gold زي ما كانت زمان تبني تقريبا اللي هي الـ GA يعطيك 40 armor و 40 magic resist إذا دخلت في team إذا دخلت في team fight وفي enemies قدامك ثلاثة وأكثر تزيد تدبل 40-40 فيصير 80-80 هذي الـ item هتعطيك كمية armor و magic resist مهول هذي الـ item حق الـ team fights هذي الـ item حق الـ tanks برضو هذي الـ items أي تانك تقريبا في الـ game لازم يشتريها أي تانك انججر هيشتريها وحيبدأ بدعمه طبيعي مو بس كده لما تستخدم الـ active فيه active حقه لما تضغط عليه for 4 seconds يكبر حجمه ويزيد البونس health حقه يعني البونس health فاكرين تايما شباب لما نقول كلمة bonus بونس معناها الـ health اللي جاك من الـ items مش من الـ base يعني انت healthك 1000 والـ items اعطتك 3000 اللي حيطل الـ 40% هتاخدها هتاخدها من 3000 ومش من الـ 1000 أوكي إنت health من الـ items فما هيحسب 4 علامة هيحسب 3000 فلما تضغط 4 ثواني حيكبر حجمك وحيجي لك health زيادة 40% من الـ maximum health oh gain bonus equal sanasori حيجي لك 40% من الـ maximum health حقك لأنه health حقك تلقى 4000 حيجيك 40% زيادة يعني لو 4000 حيجيك 1800 زيادة health 4 ثواني but reduces damage dealt by 60% if scone skin is active the health increase becomes 100% instead طبعا إذا كانت شوف كيف عاملينها لما نشغل الـ active لو قدامك الثلاثة الـ health الزيادة حيكون 100% لو 3 أو أكثر لو أقل من 3 الـ health الزيادة 40% but reduce damage dealt الدامج حقك يقل على الآدم اللي قدامك بـ 60% أوكي؟ فيزود لك الـ health حقك 40% لو فوق الثلاثة لو داخل في team fight يزود لك الـ health حقك 100% عندك 4000 حيجيصير 4000 حيجيصير 8000 طبعا 4 ثواني فقط بس وينقص الدامج حقك 60% فهذي تنفع لـ tank cat بطريقة يعني actually tank cat طبعا لو أنت ADC أو أنت أي damage dealer تبغى يهمك مرة ضروري أنه gargoyle stand plate أو الـ champion العدم اللي عنده الـ item هذا يستخدمها لما يستخدمها ما تضربها بعيدة عنه لأنه لما تضربه وأنت ما تستفيد من شيء أوكي؟ فهيصير يسويك damage مرة كثيرة durability item adjustments غيروا في الـ itemات عدلوا فيها تعديلات Sunfire Cape والإلبام يسندر نفسه نقصوا الـ health حقها من 500 إلى 425 وزودوا الـ armor لـ 60 والـ burn damage نقصوه والـ bonus damage on minions and monsters زودوها من 50% إلى 200% إيش معنى الكلام هذا يا شباب؟ معنى الكلام هذا أنه الـ item هذه صارت split push item أحسن للتانكات اللي لعب top لما تشتري الـ item هذه ما لازم تشتري طبعا لما تكون تانكي top عامة ما بتاخد Hydra بتاخد الـ item هذه فهذه الـ item حتساعدك أن تسوي split push مطبيعي 200% زيادة على الـ minions يعني كانت 50 زودوها 150% ونقصوا الـ burn damage على champions أنا صراحة من الناس اللي زلتوا أنهم مخفضوا الـ health عليها لأنه makes no sense لأنه دائما الـ health is a more lucrative stat الـ stat حق الـ health أحسن من أي stat عامة في الـ game لأنه الـ stat حق الـ health يساعدك قداما التانكي قداما الـ AD قداما الـ AP damage عامة المين في كل حالات الفكرة فيها أنه هما بيحاولوا يركزوا على أنه sunfire cape item is better for split pushing كويسة مرة لـ split pushing اللي ما يرفيش عن split pushing يا شباب لما تكون في lane لحالك بتدفوا لحالك التيم حقك في جهة وإنت في lane بتدفوا عندك TP هذا يسموه split push versus minions and monsters حتى على jungle هذا تنفع split pushing better طبعا أنا صراحة ما أحب أنه تاخد sunfire عشان الـ jungle بس إذا كنت jungler تانكي أخد sunfire من البامي سندر يعني أنت من الناس اللي اشتري sunfire كيف؟ العامة إذا أنت jungler انت بتاخد البامي سندر وتبتاخد السندر هولك والسندر هولك برضو فيها المئتين في المئة على jungle فما حتاخد sunfire حتاخد السندر هولك enhancement هذه ما تشتريها على jungle هذه تشتري هذه على jungle فنفس الشي بامي سندر نقصوا الـ burn radius حقها ونقصوا الـ burn damage على champions وزودوا الـ burn damage على monsters مصر زميتين فيد نقصوا الـ health حقها هولمية 25 زودوا الـ magic resist حقها 60 وزودوا الـ bonus healing received التعديل هذي مرة حبا شو مع أنهم نزلوا الـ helm الجديدة زودوا الـ spirit visage عشان يبا يعطوك خيارين ده حين عندك خيار أخد spirit visage أنا عندي heal كتير yes ولا أخد الـ adaptive helm إذا أنا والله صلاة عن النبي I don't care about healing وأبغى stat أبغى بس أبغى وابغى فلو تلاحظوا هنا خمسة وخمسين هناك ستين ساعت فهم يبغوك تشتريها وأنت متأكد إيش تبغى تشتري هذي لو عندك healing هذيكة لو ما عندك healing تبغى cdr ولا تنسوا ما في cdr هنا فكتير كال برضو نقصوا من 30 إلى 25 عشان تنزل الماجيك رزيست غريبة dead mans نقصوا الـ health حقها 425 نقصوا الـ arm طبعا عشان زادوا الـ itemين حقها التانك الكبار هذول كل الـ items التانك ينقصوها شوي health down armor up health down armor up gain up to 12% زود الـ movement speed حقها من 12 وخمسة لـ 20 movement stacks per second while moving 20 momentum stacks يعني زود السرعة اللي انت تستفيد منها وشعلوا منها basic attack while blow stacks no longer purge current stacks to the end instead they reduce momentum stacks crushing blows slow no longer decays over the iteration ما هي في دكاي لما يجيك slow حق الدامج تضرب الـ sorry بعد ما تضرب interesting interesting أنا ما أدري هذي لما تضرب انت يجيك crushing blows slow يعني العدم اللي قدامك يجيك slow ولا انت بعد ما تضرب بعد الـ stacks حقاتك ما تكون full يجيلك slow في كل الحالات كان أول عليها decay ما عليها decay هذا بس التعديل الـ round doings 1900 زي ما هي ما تغيرت غيروا الـ build path حقها بدل giant build warden male صار Ruby crystal warden male Ruby crystal يبوك تجيب الـ health حقها من بدري وشالوا نعم ما شالوا مناش الـ health نقصوها 350 العدمة صارت item damage reduction critical strike اكتر هذا الـ item تاخدها لو انت اللي قدامك auto attack based champion اكتر وعندهم create اكتر اقل health اعلى critical resistance auto attack resistance low all nearby enemies by 35% خلوها خمسة وخمسين فى المية اههههههههههههه التعديلات هذي والله مرة خطيرة إذا انت من the champions الـ squishes كل التعديلات هذي شاولة ترى موجهة عشان انت تتبهدل فلازم تنتبه الـ war mode الـ war mode activation threshold صار 2750 total health health regeneration 5% per health per second cooldown upon taking damage طبعا انت عارفين الباصفة عقاطة تشتغل activation threshold ستة ثواني مينيون دامج اوكي ما نفكر على الباسف هذي بس هو بيقول لك اللي بيقولوا انو الباسف هتشتغل لما يكون الثك يعني اول كان لازم ثلاثة الاف ده هنا مادري هذي تنقص ولا تزود في كل الحالات ابدأت على ورموك صارت اقوة حبتين الله يعين اللي بيضربك عليك هنا التعديل العظيم اول الشباب اش كان فيها كان فيها اعوذ بالله مشيطان رجيم كان فيها الشيلد وكان فيها ماجيك رزيست بس ده حين لا صار فيها سبعين ابيلتي فاور صار فيها عشرة في المية كل دون الديكشن ونقصوا الماجيك رزيست من سبعين لخمسة وربعين عشان البيلت بات حقها تغير صار فيندش فوديكس هنا الماجيك وبلاستين ووند وما زال تاخد السبلشيت اوكي فهذي الايتم صارت لكل الميدز لكل الميدز اللي يبغو يوتريتي زي كده اللي يبغي سي دي ار يزود الابلتي فاور وعندك اليوتريتي حقها السبلشيت اللوكم كلكم مالزهار مديايا اوكي اول كان الناس كلها زيلت انه مالزهار عنده الشيلد حقه وسبعين كل الناس عندهم مالزهار الشيلد اوكي فهذي صارت دامج ايتم دامج ديفنسيب ايتم حبتين عشان فيها السبلشيت وعشان فيها ماجيك رزيست موضوع والابيزل سبتر صارت هي الفل طبعا صارت هي الفل صارت هي الفل ديفنس ايتم فصارت تانكس هم اللي اشتروها مع السار الماجيك فايش تسوي هنا صارت 1800 gold البل بات حق تغير سبكتر كاو النيغة ترون صارت فل اي بي بس انه الاورة القديمة اللي هي النيرباية تشامبيونز تيك تن برسنت مور دامي صاروا ياخدوها التانكس فيصير قال لك هم دائما يقولوا لك لانه الاورة هادي لما ياخدها الماجيك ريزيس تشامبيون الماجيك ريزيس تشامبيون ما يخص فينوستين فايت فالاورة ما يصير لها ابلايع الكل فقام وعاكسوها قال لك التانكس اللي يسووا انجيج نيعطيهم هادي ياخدوها يسوها طبعا ايش صار هنا ده حين عندك اه ااخد هادي ابس السبتر ولا ااخد ادابتيف هلم ولا ااخد اه سبيرت فيزاج لازم تقرر يا شباب اوكي سبيرت فيزاج انت هيلين ادابتيف هلم انت تبغى سي دي ار وقدامك ما في هيلين وتبغى 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 ماجيك ريزيس تعالي اه التيمة اللي قدامك عندهم ايش انت التيم حقك فيلو اه تلاتة ماجيك ريزيس تشامبينز يعني عندكم كومبزيشن ماجيك ريزيس كثير اخد هادي عشان تفيده التيم حقك اوكي الغاردين انجل غيروها برضو كمبليتلي التوتال كوست حقها صار ب 2400 البلد بات حقها تغير من شين بس نقترون كلوك لي بي اف سورد كلوث امر بي اف سورد اصار فيها دامج 40 والارمر حقها صار 30 وهدي طبعا نومور ماجيك ريزيس اتمعت فيها خمسين في المية اف يور بيس هلث معها صارت انفعل التانكس يا شباب لانه ما صارت تاخد من التوتال ماكسيمم هلث انت تانك وعندك ايتمز وعندك اربع الاف هلث بس البيس هلث حقك كم الف لما تطلع حتصيرها البيس يعني 1500 حتصير البيس هلث حقك 600 لما تطلع بما منها انت اي دي سي ولا انت ميد زد ولا انت طوب ياسوى ولا انت ايريليا تنفع عليك بشدة طبعا عندي انا مبسوط وزعلان من الايتم هذي مبسوط لانه ال اي دي سيز هيستفيدوا منها كثير لما يكون فيه اساسنز بس دحين الاساسنز برضو صاروا يستفيدوا منها يعني لو اساسن قوي دحين صار اقوى يعني اساسن ياخدها تخيل زد ياخدها تالت ايتم تالت ايتم ده هندي ممكن تشتريها عشان تاخد الدامج الذيابة التالت ولا رابع ايتم ويعدمني كاي دي سي وما قدرت له فا انا ما اظن ما اظن رأي تالي كان انه يعطل فرصة للناس اللي ما كانوا يقدروا يويشوا انهم عيشوا بس دحين اعطوا فرصة للأساسنز برضو انهم عيشوا زيادة استيراكس كييج اتغيرت برضو حبmma استيراكس كييج كنا نشتريها ازا ناي دي السيا والفاكرين يعني كنت ا أخدها لما نبغى والله الادم اللي قدامي عندهم اساسن عشان يجين الشيلد استفيد منها لانه كانت تفيدنا من الماكسيمم هيلث قلبوها فصار الگارديان انجل من البيس هيلث والستيركس جيج من من الشسمه من البونوس هيلث من الهيلث حق الايتمز ايش صار اربعمية هيلث زي ما هي البيس اتاك دامج زاد لثلاثين في المية يعني تنفع للبروزرز اللي هما ايدي اوكي يعني تنفع لداريوس تنفع لأيريليا تنفع لفاي ترفع والله ما داريوس ممكن برضو داريوس مرة كويس عليها عامة اي ممكن ما تحتاجهاها بس كويس لان داريوس ممكن تروح لبلد التانكي في كل حالات ام 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 تاكين اربعمية لافا ثمانيمية دامج ما تغير زي ما هو ام ايش اللي اشتروا شوية هيلث ايتمز ام لو كنت مثلا ايريليا ما ردكwide عليها لانه تاخد الرينيتي فورس الرينيتي فورس فيها شوية هيلث بس ال ايدي ايدي ايزيز ما عاد تنفع عليها ممكن الي ايدي 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 ايسيز اللي ياخدوا ب least البونس هلث حقه مهم مرة كذير ممكن الي ايدي 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 شيز اللي خدوا بلاك لييرة بس برضو بعض البونس هلث هلث حقه ممحسن فلما تقول لي بين Guardian Angel و Sterex Gauge احتمال كبير في حالات كثيرة لل ADCs تكون ال Guardian Angel أحسن من Sterex Gauge بعد كده Doran Shield وهذه التغييرة العجيبة صراحة تغييرة مرة جاندة Doran Shield لأنه من زمان مع السارة أحد يشتري في القيم أظن يبغي رجعه في القيم بأي طريقة Doran Shield القولد حقه صار أرخص كان ب450 صار ب400 يعني ممكن تشتريه تشتريه اثنين بوشنز أول كانت تشتريه تشتري واحد بوشن دا حد تشتريه تشتري اثنين بوشنز والهلث ثمانين حقه ما تغير سيكس فلات هلث ريجن هذي ما تغيرت هذا اللي نضاف جديد بيسيك اتاك ديل زائد خمسة دامج تو مينيونز اون هيت يعني الكلير سبيد حقي صار أسرع ممكن نشوف ياخدوها ممكن نشوف ياخدوها لو أبغى لين ساستين هذي الايتم حققت اللين ساستين لو أنا تشامبيون الايرلي جيم حقي جدا سيء استفيد منها فين ممكن ازريل ممكن وبشدة اذا بتكلم علي دي سيس اذا كنت انت من التوبس اللي هما يبغوا يلعبوا سيف ويفرموا صارت دوران شيلد احسن من انك تاخد والله لونج سورد وثلاثة بوشنز واحسن في حالات كثيرة من انك تاخد دوران بلايد وبوشن اوكي بعد كده تعديلات جديدة يعني عشان قالوا مرة كانت قوية والناس كلهم صاروا يشتوروا زودوا الـ حقها المية زودوا الدامج حقها ثمانين وزودوا زودوا الدامج لثلاثين في المية صارت ايتم مرة احسن عشان تهلب الناس اللي اشتروا ده الدانس انهم يعيشوا زيادة البلد تيرس ترزود للاتاك دامج حقها ثمانين الريفنس هيدر زود للاتايس حقها ثمانين الكريتكال سترايك ايتم الانفنيتي اتج رخصوا القولد حقها من 3600-3400 الاسسنس ريفر 3600-3400 الزيل من 1300-1200 الكريتش شارل من 750-800 والبروك دامج من 40-50 هذا معناه احنا كادسيز اعطونا 300 قولد زيادة او ياسوى يا عيال اعطوله كل زيادة ياسوى حيصيره في زيادة هذا بف مباشر طبعا غير مباشر لي ياسوى يا عيال وهذا بف غير مباشر لكل للكريت بيست ايديسيز في احتمال السيزن او الباتش هذا الميتة طبعا بزات حتى مع التانكس الجديدة الباتش هذا حيكون الباتش حق الاوتو اتاك بيست ايديسيز كيتلين فين شاسمه البقية كلهم اللي هما اتاك طبعا ما حقول تريستانا ترجع هيو جينكس بس حيصير وضعهم احسن احسن كتير الوضع اللي هما فيه حاليا طبعا تويتش احتمال كبير حتى الشي اسمه البوغمو وكل حالات غيروا حقها صار زيل داقر داقر واتا من مئة جولد سل الف ستمية زي ما هي وغيروا من اربعين في المئة من خمسة وعشرين لأربعين هذا بف على الرونان بس بيه تعيير بسيطة يعني اذا كان عندك لو كان تاخد لو انت تشامبيوني سوي ما ادري طبعا ما كانت تاخد بس ممكن عشان كان ياخد اللي تسوي ما عايز ساريستفيد منها مع الرونان خلينا نشوف نكمل الباقي من خمسمية وخمسين سارة كنبين لستمية التوتل ستلا الفين و ستمية الدامج كان خمسين مئة و عشرين صار خمسين خمسين مئة و ستين صار خمسين مئة و عشرين لليت جيم اتاكس بكم انرجايز تونتي فايف برسنت فاستر ايش معنى لو عندك انرجايز anything that انرجايزز يو مثلا لو عندك الوارلود الوارلود يحتاج يتعب يسأل له انرجايز هذي حتزود الانرجايز ريت حقك لو خات ستاتيك شف يعني دحين فاكرين كنا تشامبيون زي كيت كنت اخد عليها رونانز و اخد عليها رابد فاير كانون ما عاد انفاع دحين لو باخد رابد فاير كانون لازم اخد معها ستاتيك شف ليش لانه ستاتيك شف فيه انرجايز لازم تعبيه مئة فلما اخد ستاتيك شف و بعدين اخد رابد فاير كانون ازود السبيد حق انه يتستك بخمسة وعشرين في المئة فاول كنا نبنى رونانز و رابد دحين ستاتيك و فاير كانون احسن اذا تبقى تلعب برونانز هوريكين تلعب برونانز هوريكين وتاخد مع فانتم دانسر احسن فصار الدبل كريت بلت فيه سنرجي للآيتمز احسن من بعض ايش يعني سنرجي يعني فيه اعتمات تتوائم مع بعض اكتر من الاعتمات اللي ما كانت تتوائم مع بعض خلي حنشوف طبعا انا من اللي شايفو المفروض مع تشتري رابد فاير كانون الا في حالتين هتاخد ساتيك شيف انت وورلورد شامبيون عندك انرجيز ما عندك ما تاخده وورلورد عشان الانرجيز فاكرين الوورلورد لما تسدتكو مية في المية لما تجيب المية ستاك بعدين تاخد الهيلو لهذا هذا يوصلك اسرع فلو انت وورلورد هتبدأ فهذا بف برضو غير مباشر لكل الناس اللي لعبوا بورلورد لكل الادس اللي لعبوا اوتواتاك وكريت اوكي ام فمسلا انا احتمال كبير احتمال كبير على كيت عبدأ العب هم هم سوالي اطرح نفسه ما ادري على حسب التيم اذا ابغاركز على اي او اي دامج ابغاركز اضرب مجموعة كثيرة في نفس الوقت هاخد رونان وحاخد فانتم دانسور اذا التيم اللي قدامي واللي احنا بيك تيم اخد اه رابد فاير واخد ساتيك شيف عشان اركز على واحد لانه يصير انا اقدر اكتر واحد مر بسرعة اوكي فيعتمد على القيم على الناس اللي قدامك وهذا الشي اللي سوى صراحة اعجبني لانه خلوا الايتمز هدي لها اوقات محدة تشتريها ميتة تنفع في موقع محدد في موقف محدد تنفع احسن من غيرها في كل الهالات الستاتيك شيف نفس الشي نقصوا زودوا الدامج حق الثواتشامبيون زودوا التوتال كوست زي ما هو البونس دامج كانت اول كويسة مرة عشان تسوي ويف كلير ده حين ما زالت اوكي تسوي ويف كلير بس نقصوها من 120% ل65% ما نعرف لشي الشينج هذا سوو لانه في كتار يحتاجوا الايتم هذي عشان يسوي ويف كلير يعني ما يقدروا يسوي ويف كلير زي الناس له فكانت تاخد هذي عشان تقلل تسوي ويف كلير حقه هذا معناه عشان كده زودوا الدامج حقها حق الدامج فهادي وهذه الاثنين هذول مع بعض تمسك واحد تفشخوا على طول الفانتم دانسر زودوا دول 2600 ما غيروا فيها ولا شي فقالوا مبسوطين من هذي خليها زي ما هي بس زي ما قلنا يا شباب احتمال كبير ما عاد تقدر تبنيها مع رواب فاير كانون احتمال كبير ما عاد تقدر تبنيها الا مع رونانز او لحالة طبعا بعد كده كل نقصوهم 10% ل جابوا تانكس سوالهم بف جابوا ايتمس كبيرة ادوهم تانكس خدوا يا تانك نقص الاتم الوحيد اللي ممكن تكونتر التانكس ونقصوها 10% ما يفاهم ليش ما في معلوم فمن 45% ال 35% القولد حقها صار اقل طبعا بمية من 45% ال 35% ال جاينت سلاير دامج الزيادة اللي هو الانهيت دامج اللي كنا ممكن نستفيد منه هادي بعض من الايتم اللي كنا نستفيد منها رونان رونان كانت البولتس حقته الزيادة اللي هو هذا الايتم اللي هي الرونانز كانت البولتس الزيادة تسوي ابلاي للانهيت يعني لما تضرب مجموعة مو بس الاساسية حتى الاثنين اصعال يسووا ابلاي اللي هي اللون هيت دامج زي ما قلنا من 15% لـ 20% المورت الريمايندر نقصوا الغولد حقه ونقصوا الارمو حقه البلاك كليفر نقصوا الارمو شيريد حقه ونقصوا المارو ما نعرف ليه والله وانا ماني فاهم هذا التغيير ماني فاهم وازن وازن باتش ولا باتش شين حيرجعه لانه ما لوا اي معنى وازن حيبهد دلنا مرضى كثير والله بعد كده دخلنا في حقه السبورت كل ايتم ضافوا لها الكوست هذي لازم تسويها عشان تسوي اوبغريد للايتم لليفل ثلاثة اذا فهمت يعني هذا الكون ايش صار عليها لو انت ما اخذ الانش لو الادس اللي جنبك مثلا بيضرب المينيونز وقتل المينيونز في احتمال في احتماليا انها تنزل لك كوين كده فلوسة في الارض تروح تلمها تديك مانا ولا تديك كوين ولازم تجمع منها 20 كوين 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 كلكم هتصيروا زي ثرش يعني تروح تجمع كوين اتجمع حاجات من النص 20 كوين طبعا الگول اللي يرجع لك هذي هذي اوبغريد عليها كلهم قالوا زي ثرش صور لما تنزل واحدة التانية لو نزلت واحدة يعني مثلا نزلت الهين مانا كوين اللي بعدها اكيد هتجي كوين ولا اكس ما تجي نفسها الكوست كومبليش باي ارنن 650 كوين لازم جيب 650 من يعني انت ما حتسوي شي بس تجمع كونات من الأرض وانت بتمشي اهم شي تجمع ها لا تنساها لما تجي 650 حتى مع الباسف حقها يقول لك يعني مو بس انه تجمع من الأرض تجمع 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 لو ما جمعت 650 ما تجمع فانت ضروري تجمع ال 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 تجمع من ال تجمع مو بس من التجمع وانت تجمع لما تكتر من تكتر اكيد حيطلع منو واحد كون يا حق يا حق مانا انا 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 تغيرات هذي حلوة او بقول ما حلوة في كل حالات لما تجي لما تكمل الكويست حقتك يعطوك واحدة سكيل كوين تروح تجمعها تدي لك لفل على طول لما تلو لما تلو لفل ف ما تري لما تلو الكويست حقتك زي ما قلنا شاب هت يعطيك واحدة كوين الكوين هذا تعطيك لفل بعد كده نفس الطريقة فيها كويست الكويست لازم تجيب 650 gold منها يعني لازم تضرب تضرب لازم 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 650 بعد ما تجيب 650 تجري تشتري shield الكبير على طول فوقك نفس نفس الطريقة دحين لما نسوي البروك حقها لما تستخدمها يجي لك موفمت سبيد 50% يعني حتديك برست of موفمت سبيد يعني دحين لو استخدمت عبليتي يجي لك البروك حقها طبعا لو كانت شغالة عندك ويجيك كده الموفمت سبيد حقها واحدة ثانية 50% بس لو استخدمت عبليتي زي المورغانا مو من كل ضربة حيجيك البروك من ضربة واحدة وبعدها ثانية ونص تقريبا ما يجي كل شي لو ضربت منيونز انت بدل الـ ADC اللي جنبك حتخسر الـ advantage حتخسر الـ passive حقها طبعا فروست فانج من 75% ل50% 15% لفروست كوين نقصوها من 75% ل50% ability power زودوها عشان الـ quest reward حقها مو زي البقية مرة جامد فقاموا زودوا الدامج حقها بس نقصوا المانا ريجن بوقت قلل الـ spam وزودوا لك الدامج فإذا تسألوني الـ ancient coin أحسن أبغريد موجود حاليا لكثير من الـ champions بالذات الـ utilities طبعا هذه مرة كويسة إذا كده بتلعب مرة كلين تبقى تفجر الناس اللي قدامك بس لازم تتابع على المانا اللي المانا أول كان الـ region حقها مرة عالي صار أقل بس الـ coin للـ utility فهذا بف غير مباشر لـ Suraqa للولو لكل الـ ardent sensor لـ karma لـ والله ما ممكن زايرة بزايرة العادة يلعبوها في روست فانك لولو لو تلعبها زي كده سuraqa لو تلعبها زي كده حنشوفهم مرة كثير فأظن برضو الماتش الباتش هذا حيكون باتش الـ ADCs اللي هما الـ hyper carry زي ما قلنا يا شباب والـ supports اللي هما الـ utility طبعا ADCs hyper carry support utility مرة كويسية معا وكل حالات بعد كده ground control name display زودوا حاجات كده مفيدة لما في نص الزحمة وجاء لك stand ينكتب فوقك إنه جاء لـ stand وتقر تشوفها لو فوق بعض أوكي يعني شوفوا القلب هذا اللي فوق الأخت هذه زاية آري سوت لها إيه شايفين القلب طالع فوقها فهذه جنب الاسم يكتبوا القلب ويكتبوا charmed يبغوها في وسط الزحمة تقر تشوفها أوكي لو أنت في نص time وزحمة أحيانا ما تنتبي لإيش ساير في الأرض فكده ازوي حاجات visual أو تساعد الرؤية إنه وإنت تشوف إيش عليك أوكي end of game stats try to run me through damage mitigated to self how much damage you reduced آه هذه شغلة حلوة كمانا صراحة أضافوها عجبتني لحين أنت مسلا أنت إنت support والsupport دائما ما تدري أنت كم healing سويت كم ما دري إيش سويت كم لحين صاروا يحطوها مع الـ item مع redemption قدي ضرب بيها قدي سويتها فدحين support ممكن يطلعوا يقولوا آه شوف أنا قتلت 21 أنا سويت 1000 ومدري كم healing شي زي كده أوكي فهذه الفكرة بس عشان تعطيك فيه كده حاجة الـ spell attribution vfx لو تلاحظوا شباب لو تلعبوا الـ game بعد الباتش هتلاقوا حاجات كثيرة spellات صارت وضوحها أحسن كثيرة كثيرة abilities items صار وضوحها أحسن حتى دحين الدث صار أسرع وهي لما نطيح برضو تعديلات في الأشكال وفي smoothness حقا تراك active item هد يعني دحين مثلا لو بتلعب بـ blade of the wrong king ولا أي item فيها active صارت وهي محطوطة الـ item هتلاقي كده علامة زرق عليها إنه تقدر تضغطها لو هي مضغوطة هتلاقي عليها علامة حامرة هذي كلها عشان تساعد النظر وتساعدك تشوف وتنتبه الحاجات هذا اللي هذا التغيير العظيم اللي سوى في رفت هارلد رفت هارلد احتمال كبير في السولو كيو معناها تاور واحد أو تاورين حينشاله في LCS حيلعب وحوله ولعب صراحة مطبيع الـ رفت هارلد الشباب بتغير انشاله ستطلع في دقيقة عشرة التاك دامج حقه نقص شوية طبعا على حسب الـ level 150 الـ level التاك سبيد حقه أقل التاك رينج حقه أقل هذا كله مهم بالنسبة لكم اللي همكم إنه at the start of the fight رفت هارلد وينزب and charges forward يضعس على قدام لا تنسو دامج أول ما يطلع يقوم يضعس على قدام ويضرب أو أي أحد قدامه يسويه نوكباك فلو أنت قدام أنت الأدم اللي قدامه انت بي حيسوي عليك دفة كده وحي دفة تاور رفت هارلد وينزب وينزب for attack 30% تعصب تديك ضربة ضربة هذي تضرب الرينج اللي قدامكم كلكم أوكي فتضرب قدامكم فدائما يوقف وراي شباب لا يوقف قدام والله أخليك بعد كده the reward اللي ياخد رفت هارلد فبني سويه تشانل ينزلوا كلكم شفتوا في الفيديو ينزلوا بعد ما ينزلوا أول ما يطلع يجري يفوكس برينت على أول تاور يكشع منه كمية هلث مو طبيعي eye of the heart grants empowered recall والهلث طبعا اللي ما أخذ الاي حيكون عنده زي بارن لما تسوي يجيك recall بسرعة الاي of the heart expires after 4 minutes إذا ما حد استخدمتها فإذا أخذت الاي لازم تخدمها أربع دقائق إذا ما استخدمتها في خلال أربع دقائق تروح عليك فلازم لما تاخدوها لما التيم حقك تستفيدوا منها وكلكم تروحوا تسوي لكم حاجة طبعا زي على حسب أول كان الهلث حقه عشر الهلث حقه أقال يبغوا الناس تضاربوا عليه ويشيروا من بدرين موفمن سبيد 425 basic attack ما يهمنا attack damage هذا اللي سوي لقدامه 20% لما تضرب الآية من وراء تضرب وضرب برة جامدة every three seconds eye opening تفتح الآية كل ثلاثة ثواني رفت هارلد disable storage backdoor defense even when no allied minions are nearby تفاكريني شباب لما تضرب التاور التاور هذا لو ما في منيونز جدامك التاور يكون فيه عنده armor مرة كبير فهي نقال لك الريفت هارلد يشير الارمر زي وزي المنين إذن لو ما في منيونز وراح الريفت هارلد هو اللي داخل لحاله نفس الشي يسوي disable الريفت هارلد من يوم ما تاخدوه لازم تلوموا الشباب ولازم تنفلتون يا الله في كل الحالات magic resist fair level في champions كثار كل اللي استحقت champions هادول كان ما عندهم magic resist fair level ساردوا حين كل level يجي لهم يجي لهم magic resist هذا نيرف شيء كبير على مو كبير والله ما بقع يقول مو كبير انت تتخيل كل level يعني عشرة لفلات تاخد خمسة magic resist خمسة magic resist ببلاش مع items صارت مرة مفيدة يعني ما حجيني سندرة تفجرني بضربتين هتفجرني بضربتين لو سويت الكمبو كامل بس عندي مجال لو انا مش تريد الحين في عندي الزيادة الماجيك resist فكل champions هادول يا شباب كل الليفل هاياخد فاصلة خمسة magic resist graves زعلونا والله زعلونا graves كان no longer cue multiple spells during his basic attack animation اول كان وانت بتسوي auto attack تسوي cue alte على طول تضرب وراء بعض شعلو cue فانا مان يعرف ليش بيسوي الكلام هذا لانو الكلام هذا ما يسوي إلا المرة skilled players المحترفين الناس اللي فاهمين كيف العبو زين الناس ولا قادم فهذا nerf لل skill مان يعرف كأنو بيقول لازم انت غبي عشان ترعب والله اعلم this prevents an unintended interaction where graves could remain in a tank rage after alteing by queuing bla 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 فباسيكلي شعلو animation cancel حق الالتي للأسف سار graves animation cancel حق الالتي حق ومو موجود اللي ما يعرف إش أني animation cancel شين دي فيديو تعلم إيش هو animation cancel ما معنا animation cancel روح شوفها لأنه شرحها يطول وصعب ده شرحها هنا رينكتون no longer ignores input during his ability cast times once an ability has completed he'll move into the next queued action فمعناها في queue سوى لها smooth out الحركات حق هاد للناس اللي تلعب بشكلة اللي تعرف تسوي queues لالابلتين مهم مشكلة رينكتون first attack when reentering combat now properly grants for fury هاد التعديل أصلاحوها كل دمليك range now properly scales ما انتهينا هذي كلها بقات fix بقات fix ما هو برولي بالنسبة لنا بس رينكتون صار smoother انضف شوية لما تلعبوا المفروض أنه تنبسط fixed 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 rise if spell flux target dies while the projectile is traveling spell flux will still spread to nearby enemies لو ضرب اي حقته واللي بنضرب مات في الضرب اللي قبلها والضرب راح عليه برضو هتروح اللي جنبه بف indirect بسيط بز sea stone trident damage over time ticks including the initial application no longer count as spell hit matching similar persistent effects like team was toxic هذا ما هو ضروري بالنسبة لكم بيقول لكم داتس اللي تيجي من الدباليو بعدها ما يعتبروها spell hits يعتبروها زيك انه auto attacks او شي زي كده ما 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 عرف الشي الapplication حقه عشان توالات assault import attack no longer count as spell hit برضو الضرب اظن ضربات حقه 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 import تعتبر auto attacks او ديرك نقص الكوست حقه لانه ما حد بيستخدم 600 gold الكمباين كوست التقدم حقه 100 الكل ايبو ناش كتير يشتروه انت فاكرين ال باش ديرك هذا لما تروح تاخذ ال اربع منهم او ثلاثة منهم ثلاثة منهم تتحول لل السراث بليد او recall vfx recall click هذي بس تعديلة شكلية ما يهمنا اول كان لما نسوي teleport شغل وانت نازل يعني وهو نازل teleport تضغط ال cue حقتك مثلا اول ما ينزل يسويها ما عاد سال انفع حينزل ال من تاريخ اربع خمسة لتاريخ خمست خمسة هذا شكل فل الجديد هذا الموضل الجديد حق الدارك ستار ما في شي ضروري صراحة اخبر دارك ستار خازيك نازل دارك ستار اوريان نازل وكذا يا شباب نقول خلصنا من لا تنسى تسوي وشير ولايك ولا تنسى ان انا سوي كل يوم الساعة تسعة ونص ما بين تسعة ونص عشر بتوقيت السعودية واللينكات موجودة تحت شكرا للمشاهدة ستار اعطيكم السحر اعطيكم انشاء الله بالباشنوات القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة